أهلا بحضراتكم مشاهدين الكرام والبداية بهذا الخبر العجل حيث اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة وذلك بحضور رؤساء منظمات المجتمع المدني من أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي الاجتماع تناول استعراض نشاط التحالف الوطني منذ انطلاقه مطلع العام الحالي والذي يتكون من 24 جمعية ومؤسسة أهلية بالإضافة إلى مؤسسة حياة كريمة والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وقد تم في هذا الإطار استعراض جهود التحالف الوطني في المجال الخيري والتنموي على مستوى الجمهورية في إطار منظومة الحماية الاجتماعية والدعم الاجتماعي للدولة لخدمة الفئات المستهدفة وذلك بالتنصيق والتعاون بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني وقد أعرب الرئيس السيسي عن التقدير للنشاط الاجتماعي الخاص بالتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي والذي يضم أبرز مؤسسات وجمعيات المجتمع الأهلي الرائدة صاحبة الجهود المعروفة والتجارب الناجحة في مساعدة محدودية الدخل على امتداد الجمهورية ويعد ركنا هاما في منظومة شبكات الحماية الاجتماعية خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الحالية والتي أثرت على العديد من القطاعات خاصة الغذاء بما يدعم الجهود التنموية المتواصلة للدولة والتي كان آخرها حزمة الدعم الاجتماعي التي وجه بها السيد الرئيس مؤخرا وقد وجه الرئيس السيسي بزيادة الدعم الحكومي الموجه إلى التحالف بمقدار مليار جنيه إضافية لدعم ومساندة نشاطه المجتمعي وذلك تزامنا مع كون العام الحالي 2022 عاما خاصا بالمجتمع المدني وسعيا لمواصلة جهود الحماية الاجتماعية للمواطنين الأكثر احتياجا من خلال تقديم كافة المساعدات الاجتماعية المتنوعة الممكنة وأشار المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي وجه أيضا بتطوير عمل الجهود الخيرية والتنموية للتحالف الوطني ليتخطى نطاق المساعدات العينية المباشرة إلى النشاط التشغيلي وليكون جزءا أساسيا من جهود التحالف وذلك بهدف توفير فرص العمل وزيادة الإنتاج والتحقيق مردود اقتصادي ملموس للمواطنين في نطاق نشاط عمل المؤسسات الخيرية